وجه غبطة البطريارك رفائل ساكو رسالة إلى رجال الدين المسيحي دعاهم فيها إلى عدم المجاملة على حساب الحق كما دعا الكنيسة في العراق أن تحافظ على حريتها واستقلاليتها وقال يتعين على رجل الدين أن يكون قياديا وليس تابعا وأن يكون فكره نيرا وضميره حيا وسلوكه مثاليا يعرف الحق ولا يحيد عنه وأوضح غبطته أن مهمة رجل الدين أن يتمثل بالمسيح في مساعدة الآخرين وعليه أيضا أن يسم روحيا ليكون قامة إيمانية وإنسانية يحتذا بها إذ أن رجل الدين يمثل الكنيسة التي يجب أن يسعى ليكون حضورها مميزا بين الناس